الرد الإسرائيلي القصف الإسرائيلي القصف المدفعي حازم أتى ليطال الآن نسمع سمعنا صوتا عميقا صوت انفجار عميق لا نعرف إذا كان في المنطقة نفسها التي تم الرد عليها الجيش الإسرائيلي رد بطبيعة الحال على أطلاق الصاروخين بداية الأمر إلى مستوطنة أو باتجاه مستوطنة المنارة القصف استهدف المنطقة الواقعة ما بين ميس الجبل وحولة هي مناطق حرجية بطبيعة الحال ولكن الآن الصوت الذي سمعناه لا ندري إذا كان في نفس المنطقة أم في قطاع آخر هذه المنطقة هي تدعى القطاع الأوسط حازم بالأمس هذه المنطقة شهدت أيضا عند مستوطنة المنارة استهداف لتجمع للجنود كان استدفى حزب الله وهو أعلن عن هذا الاستهداف قد يكون ما يحصل اليوم مشابه حزب الله منذ أن دخل في هذا التوتر الحاصل على الحدود الجنوبية منذ يوم الأحد في الثامن من أكتوبر بدأ باستهداف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود بدأها بالقطاع الشرقي عند كفرشوبة ومزارع شبعة أرويسات العالم زبتين وموقع الرادار وبعدها انتقلت تدريجيا كان هناك استهداف لمواقع عسكرية في القطاع الغربي أيضا تم استهداف كاميرات المراقبة أجهزة الاستشعار أيضا الآن سمعنا صوت ضخم آخر ولكنه بعيد نسبيا عن المنطقة التي نحن نتواجد فيها أيضا في المرحلة اللاحقة بعد استهداف المواقع العسكرية كان هناك استهداف للتجمعات تجمعات الجنود وأيضا الآليات إذن المستوطنات الموجودة وهذا ما تستطيع إيمان بطبيعة الحال تأكيده المستوطنات المتواجدة والمتاخمة للحدود اللبنانية هي فارغة من السكان والحزب الله على ما يبدو عندما يرى تجمع للجنود أو آليات عسكرية إسرائيلية يقوم باستهدافها قد يكون الاستهداف الأول الذي حصل اليوم لم يتم استهداف آلية أو أنه لم يصب الهدف وبعدها كان هناك إطلاق لصاروخ آخر مضاد للدروع أيضا لم نعرف بعد إذا استهدف آلية أم تجمع للجنود عند نفس المستوطنة التي حصل فيها الاستهداف بالأمس حازم ولكن الآن الأصوات العميقة نحن لا نزال نسمعها الآن ولكن هي بعيدة نسبيا الآن الأمور هادئة نوعا ما بعد القصف المدفعي هناك بعض الأصوات لكن بعيدة عن المنطقة التي تتواجدين فيها الآن نعم نعم حازم قد يكون هناك أو ثمة شيء يحصل ربما في القطاع الشرقي ولكن أقصى القطاع الشرقي قد يكون في شبعة شبعة عندما يتم إطلاق القذائف أو الصواريخ منها نسمعها بشكل بعيد نسبيا عندما يتم إطلاق الصواريخ أو القذائف باتجاه كفرشوبة نسمعها بشكل مرتفع أيضا عند المطلة التي نحن على مقربة منها نسمع الأصوات بشكل عالي قد يكون هذه الأصوات التي نسمعها العميقة إما في شبعة في أقصى القطاع الشرقي وإما في القطاع الأوسط حيث تم استهداف مستوطنة المنارة لم يتم الإعلام من أي جهة حتى الآن التي استهدفت المناطق شمال إسرائيل بعد لا يوجد بعد أي تبني لأي نوع من الاستهداف أو أي نوع من إطلاق الصواريخ لم نعرف بعد ولكن بطبيعة الحال نتيجة التوتر الحاصل ودخول حزب الله على الجبهة الشمالية في هذه التوترات كما ذكرت منذ الثامن من أكتوبر على الأرجح سيكون هو من يستهدف هذه التجمعات والمستوطنات الإسرائيلية